اشتركوا في القناة بس شارع المصري في مشكلة انه انت عندك مشكلة مع شخص كبيرة وانت وفايت دقالك وهددك انه هو بالصال هون هو بالصالة بين الناس وانت خايف منه لانه مجري ممكن يقوس هذا ممكن يعمل شو مكان مهددك انت منك عارف وينوه بين هال خمسة الاف شخص بس انت بدك بدك تغني لعمره دياب مثل ما لازم وما تفرجين اتلبكك بس انت يعني مثل واحد حس حلو اياتك بده تجير صاصة اوكي يا يا اوكي يا 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 تدخني عام تتوهي المعاني في لساني لجام تسالي يا خال تتدخني عام تتوهي المعاني في لساني لجام كالك سترولي بيسور ويداني وشحت المزين بيأكل ويداني كالك سترولي بيسور ويداني وشحت المزين بيأكل ويداني يا نادي باريس تعالوا حاسبني وجدوا الديون وعشان وعشاني وعد الله رشد المحام القادير بيرفع قضية في باب الوزير على أم فكري بتاعي البليلة عشان مرع زعق بصوته الجهير بقالت الأمانة ونصح السروج يا عاملين لشركة في مشروع بوتيك وينادوا العبد والفراج يشاركهم فرد بقلاطة محب الشريك وكاتوا عسوا نفسوا الإمام عشان عملها معي بتاع الحمام مقدرش يوصل لأي اتفاق مع سبعة فندي في قضية سلام وأطفال عجايز في مهد الطفولة وأفلام قديمة وأعلن كاكلة أعلن كاكلة تبعز نستعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة ترمي بسجة فرد الفرق وعمر تعدي لأيجي الفرق ولا البحر باين لآخره مراسي ولا حد راسي مينين الفرق آه مينين الفرق مرسي شكرا أنا برأيي حدا عنده صوت مثل صوت محمد سعد تامبر مثل هيدر تامبر لازم يساعد حاله هو ليستفيد أكتر من صفوف ويفتح صوته لأنه صوته رائع تامبره كتير حلو بس عم بغني مسكر كمبليتلي يعني العالي عنده مزروك وكمبليتلي نازال على الآخر نازال على الآخر تال عند المنخار لأنه ما عم بيقدر بعد يطبق الأشياء اللي عم بيخدها بصفوف أو بتمرينات الأغاني لما عم بيغني لوحده غنى حلو غنى صح في تفاصيل حلوين غنى هون ولكن يمكن الغنية ما ساعدته لو يقطع لنا إحساسه وما بعرف بس أنا بالشقفتين من الإفعال أنا ما وصل للإحساس يعني لازم يصلي يعني لازم يشدني تظلني عم بسمعه كنت عم بسمعه لأنه هو صوته حلو وعم بيغني فيه وتفاصيل حلوة بس مش لأنه هو شدني هو عم بيغني سو هادي الشغلة لازم ينتبه له وأهم شي يعرف يفتح نوتاته العاليين ويشيل النازال لأنه الباقي كله كتير حلو محمد ساعد صوته كتير حلو الوحيد أكتر واحد مالك البوزيسون بس ما بيفتح تمه ما بيفتح تمه وبعدين ما وصل لإحساس متل وعد عم بسمع عم تيلته سي دماج أنا بحب أنا حبيت الاختيار الأغنية يعني جاي يغني لنا الشارع المصري حبيت حبيت شو حابب يفرجينا يعني ما علي يعني بيقدر كان عنده صوت كل كنقلته هو بيعرف عنده صوت كبير بيقدر يغني للأسادزة لكبار للغنية تبهرنا بس هو حبي يغني عن عم مصطفى وعم حسنان وعم حلو وبعدين أنا صرت عم تابع الغنية لأنه كتير حلوية كلامة التجربة حلوة يمكن إيه ما وصل مظبوط لأنه عم بيقولها بسرعة كتير أنا مشان هيك وقفت أنا وقفت الإجزرسيس قلت بدي شوف إذا هو عم يسرع هيك وما عم بيحس لأنه خايف اللي تخليني أعطيه فرصة بالقسم الثاني اللي حتى ياخد راحته تيبين لنا أكتر يفوت أكتر بالجو فرق نت في صغيري فرق وجه فتح وجه بس ما فتح إحساسه أكتر بدو شغل محمد بس صوت حلو وشكل سمال عليه وكله على بعضه ولذيذ يعني إحساسه حلو بس بدو يوصلنا ما عم بوصلنا ما في تواصل بينه وبيننا هون المشكلة يعني يشغل ريتم الغنية كتير حلو بس هو ريتم لازم تحس فيه مش بس تسمعيه يعني لازم يقطع ريتم إن كان بالانتربريتاسيون يعني بالأداء بكتير إشياء تاني غير إنه المغنى وصوته كتير حلوين ما أخذني إلى هال العالم ما شركني وسبق وشفنا تجارب مش إنه أول مرة عم نشوف تلميذ عم بيغني هالنوع بفتكر محمد سعد شخص تمارين المسرح رح يساعدوه كتير لا مش بس يشتغل على حضوره ولكن يفرج المشاهد شو هو عم بيغني ما بالنهاية الأغنية هي كلام والكلام هو صورة إذا ما وصلك لها الصورة يعني ما وصل للإحساس كيف إذا الأغنية هي عن جد نوع من ديسكريبسيون من نوع من تفاصيل إلهم علاقة بصورة بصورة وبشارع معين وبأشخاص يعني عم بي عم بفرجين إياهن فبالتالي زعلت لأنه ما كان الإيفار موفق كانت منتظرة شي أكتر من محمد اليوم مشكلته لمحمد أنه نقع أغنية هي شانسون فيها يعني فيها كاركتر فيها حيلة فيها عم ينقل مطرح يعني أغنية شعبية بقى هيد مشكلته لأنه ما قادر يوصلنا لهيد الحيلة وما قادر يفرجينا للإشياء اللي عم بيحكي عنه لأنه عنده صوت كتير حلو بس يمكن بحاجة بعد أنه يعطي تعبير أكتر لأداءه تيصير يشبه كل غنية بغنية ما يكونوا كل الأغاني اللي بغنيهم بنفس الصوت وبنفس التعبير وبنفس الأداء بقى هيدا كمان برجع للدقة بالاختيار ويعرف يختار أكتر يلي بيلبق لصوته يلي بفرجوا نقاط القوى يلي بصوته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر